السلام عليكم ورحمة الله كيف فاش نقول بالفرنسية ما الذي يدفع العديد من الناس إلا هاد السؤال كنحتاجو بزار خصوصا فاش كنكون كنطرح واحد السؤال فلو تكست ارغومنتاتف يعني فلنص الحجاجي ما الذي يدفع العديد من الناس إلا بالفرنسية ممكن نقول كس كي بوس بكو دى پرسنه كس كي بوس بكو دى پرسنه كس كي يامالادي بوس يدفع بكو دى پرسن بزاف دى الناس إلا أو كس كي بوز دو ننبرز person A بدل سنة يا بوكو بننبرز يعني بزاف ولا العديد ننبرز person ولا بوكو دو person نشفو أمتي لا لإستعمال ديال هاد لكسيون لسوبرستيسيون خورافة شاودا لكوروبسيون الرشوى لفيولانس العنف اتساترا دونك أنا ممكن نزيد بزاف ديال السلوكات أو دواهر الجماية est un phénomène ou هي داهرة très répandue جيد منتشرة دون نوت نتخمج في المستمع البيان السؤال قد تكررح كس كي بوز بوكو دو parson شمين Martine كي بزاف ديال السلوك كس كي بوز بوكو دو أنتخمج عت ركو ركو ريحم ست حال حال هاد البيان للموان نفي beginning أتمنى أنكم تكونوا فهمتم جيدا هاد العبارة وكيفاش الاستعمال ديالها يعني هنا الجال الاستعمال من بعد ما تكلمت على واحد ظاهرة واحد سلوك صحفين قد تكلم على ظاهرة او سلوك ومن بعد كي يجي هاد السؤال اللي هو كيس كي بوز بوكو ده بارسون اه ركوريه اسات براتيك فاد السؤال من خلاله قد طرح السبب اللي كيدفع الناس انهم إلجؤوا او انهم يتبناوا واحد السلوك واحد الرأي او واحد الموقف